بسم الله الرحمن الرحيم ابناء الطلبة ان شاء الله النهاردة هنبتدي بقى المحاضرة التالتة في تصميم الخلطات الخرصانية عايزين نبتدي الحقيقة باننا ناخد مثال على تصميم خلطة خرصانية من الاول للاخر تعالوا نشوف كده نعمل ايه اولا الجراف ده اللي احنا شفناه قبل كده اللي هو بيقول لي تصميم الخلطة الخرصانية بيهدف الى ايه ان انا احقق درجة قابلة التشغيل ومقاومة مستهدفة مقاومة مستهدفة متوقفة على ميم الاسين وبالتالي عشان اقدر احدد ميم الاسين دي لازم اكون عارف نوع الاسمنت وعارف العمر اللي بصمم عنده الخلطة الخرصانية درجة قابلة التشغيل اللي بيوصلني لها هو محتوى الميا وعشان اقدر احسب محتوى الميا يبقى لازم اكون عارف خواص الركان دي الحاجتين الاساسياتين اللي احنا شفناهم مع بعض قبل كده في الشرح بتاعنا لكيفية تصميم الخلطات بالطريقة البريطانية عايزين نشوف مع بعض هذا المثال اللي هو بيديني فكرة عن كيفية تصميم الخلطات الخرصانية بالتفصيل المثال بيقول ايه صمم خلطة لازمة لخرصانة عادية لقواعد مقاومتها المميزة 450 كيلو رام لكل سنتيمتر مربع اذا لم تكن هناك نتائج سابقة وكان الركام الكبير من كسر البازلت ومقاسه 25 ميلي والرام لخشن وكانت درجة التشغيل المطلوبة عالية جدا يبقى حدد لي هنا تقريبا كل الحاجات اللي انا محتاجها بيديني المقاومة المميزة بيقول لي ما فيش نتائج سابقة يبقى اقدر احدد المارجنوف سيفتي عشان اوصل للمقاومة المستهدفة الركام الكبير مكسر نوعية اسمها البازلت مقاسه 25 ميلي متر الرمل خشن يعني درجة منطقة النعومة الاولانية درجة التشغيل المطلوبة عالية جدا الحل اللي بقى بتاعنا هيمشي ازاي اولا بنحدد كمية المية او محتوى المية انا عندي ركام مكسر عندي مقاس 25 ميلي عندي قابلي التشغيل عالية جدا يعني الهبوط بتاعي هيبقى حوالين المية وتمانين ميلي يبقى اذا محتوى المية هجيبه منين من الجدول اللي احنا عارفين الجدول اهو هبوط من ستين لمية وتمانين يبقى انا بتكلم على اخر عمود مقاس خمسة وعشرين ما عنديش خمسة وعشرين عندي عشرين وعندي اربعين يبقى لازم اعمل ما بين النقطتين دول الركام بتاعي مكسر نبقى فيه عندي قيمتين للمي متين وخمسة لو كان المقاس اربعين ومتين خمسة وعشرين لو كان المقاس عشرين بختار القيمة طبعا الاقرب العشرين الخمسة وعشرين اقرب العشرين وبالتالي اقدر اما احسبها بالضبط بين النقطتين وده يعني مش مطلوب قوي لان الموضوع في الاخر بيخضع الى ان احنا بنجربه او بنؤكده مع مليا او ان انا اختار رقم احس انه قريب للمتين خمسة وعشرين عشان كده انا شخصيا هختار متين وعشرين كيلو جرام لكل متر مكعب دول هتبقى كمية المية في متر مكعب الخرصان يبقى ده اول مطلوب قدرنا ان احنا نطلعه بعد كده نحسب بقى المقاومة المستهدفة يا طرح المقاومة المستهدفة بتساوي كامل المقاومة المستهدفة خلي بالك لا دوجت سابقة خبرة والمقاومة بتاعتنا اكتر من اربعين ميجا باسكال او اكتر من ربعمائة كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع يبقى اذا هامش الامان ام بيساوي ستة ميجا باسكال بلس واحد من عشرة مضروب في قيمة فسيو ففسيو بخمسة واربعين ميجا باسكال او ربعمائة وخمسين كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع ده بيديني ام بتساوي عشرة ونص نيوتن على الميلي متر المربع او مية وخمسة كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع عرفنا هامش الامان نبقى بالتالي نقدر نطلع على المقاومة المستهدفة خمسمية خمسة وخمسين كيلو جرام لكل سنتيمتر متر مربع زي ما احنا شايفين ااا بعد كده عايز احدد بقى منحنة ااا اللي بيربط ما بين المقامة المستهدفة وميم الاسين وطبعا لازم نستعين بنقطة مساعدة ميم الاسين عندها بكام بنص وهنشوف الخلطة اللي ليها ميم الاسين بتساوي نص عند عمر التصميم بتاع الخلطة بتاعتي وبنفس الاسمنت وبنفس الركام بيطلع شكلها ايه فبنخش هنا بنوع الاسمنت ااا اللي هو مكسر واسمنت بورتلاندي عادي وعمر 28 يوم بيطلع انه هو المقاومة ربعمائة وسبعين كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع باخدها وبالتالي اقدر احدد منحنة المقاومة الاميم الاسين زي ما احنا شوفنا قبل كده بنجيب عائلة الكرفات دي ونخش عند نص مع ربعمائة وسبعين اللي هي سبعة وربعين ميجا باسكال ونرسم المنحنة اللي بيمثل ظروف الخلطة اا بتاعتنا احنا دلوقتي من على هذا المنحنة نفسه اللي احنا رسمناه عايزين نحط المقاومة المستهدفة المقاومة المستهدفة بتاعتنا خمسة وخمسين مش كده اا خمسة وخمسين ميجا باسكال نطلع المقاومة او ميم الاسين اللي احنا محتاجينها تطلع تقريبا بوينت فور سري او بوينت فور فور اا ويبقى هي دي ميم الاسين المناظرة اا لينا بوينت فور سري منها هنبتدي نطلع كمية الاسمنت يبقى احنا دلوقتي هنطلع كمية الاسمنت بعد ما عرفنا كمية المية وعرفنا ميم الاسين تعالي نكتب المعادل ميم الاسين بتساوي وزن المية على وزن الاسمنت يبقى ايزا وزن الاسمنت بيساوي وزن المية اللي هو امتين وعشرين على ميم الاسين اللي هي بوينت فور سري يطلع خمسمية وحداشر وستة من عشرة كيلو جرام اسمنت في كل متر مكعب خرصان. ايه رأيك في هذا الرقم? هذا الرقم طبعا ما نقدرش نسيبه كده. ليه? لان الحد الاقصى اللي بيحدد هلنا الكود ربعمية وخمسين كيلو جرام لكل متر مكعب. يبقى لازم نتصرف. بما ان محتوى الاسمنت تبقى تخطى لحد الاقصى يبقى لازم ندور على حاجة تقللنا الاسمنت الى الحد الاقصى او اقل. نمرت قدامي طريقتين الحقيقة. الطريقة الاولانية اني اقل الاول والله خلاص انا مش اخد ال 511 انا اخد 450. وعندي ممئة لسين. اطلع كمية المية. جويس? وبالتالي كمية المية هتكون طبعا اقل من 220 لتر. يبقى ده مش هيحقق لي قابلية التشغيل اللي انا عايز اوصلها. فهحط اضافات تحسين قابلية التشغيل. نستعاد الدرجة قابلية التشغيل. يبقى انا حطيت اسمنت 450 وحسبت كمية مية هتقل عن اللي حقق لي قابلية التشغيل فهعوضها باضافات. طالما هستخدم اضافات يبقى ممكن الجأ الى الطريقة التانية دي. الطريقة التانية ايه بقى? اروح لجدوى الحساب محتوى المية. وافترض ان قابلية التشغيل اللي هنحصل عليها كلها من الاضافات. بس طبعنا تبقى اضافات ايه? عالية الكفاءة. فاختار محتوى المية المناظر لأقل لدرجة قابلية التشغيل. مع مين الى سين هيطلع لكمية اسمنت ايه? اقل من اللي انا حصلت عليها قبل كده للخمسمائة واحدة اشرة. الحالة الف هيبقى فيها اسمنت اكتر واضافات اقل. والحالة به فيها اسمنت اقل واضافات ايه? اكتر. لان طبعا الفرق هيبقى كبير في كمية المية في الحالة به عن الحالة الف. احنا آآ هنختار الاختيار آآ 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 يبقى الاسمنت ربعمية وخمسين كيلو جرام ومين الى سين تلاتة واربعين من مية. يبقى كمية المية كام مية تلاتة وتسعين لتر لكل متر مكعب. طب في الاختيار به? اقل هبوط هيوصلني الى ان كمية المية بقت كام مية خمسة وستين كيلو جرام لكل متر مكعب. فعلا هتديني وفر كتير. في كمية الاسمنت. فالحالة به بقى دي اللي احنا هنروح لها. هتديني محتوى اسمنت تلتمية تلاتة وتمانين. ما بناخدش كسور بقى. نشتغل على خمسة كيلو. فالتلتمية تلاتة وتمانين دي هنقربها الى كام تلتمية خمسة وتمانين. الخطوة اللي بتالي ذلك ان انا احدد نسبة الركام الصغير في خليط الركام. اتفقنا ان انا محتاج اعرف المقاس الاعتباري. محتاج اعرف ميم الاسين. محتاج اعرف نعومة الرمل. محتاج اعرف قابلية التشغيل. طبعا الهبوط اللي هناخده هنا في قابلية التشغيل هيبقى من صفر الى عشرة ملي. لان هو ده اللي طلعنا بيه كمية المية. ميم الاسين تلاتة واربعين من مية. والرمل خشن. اه هنتطر ان احنا نعمل الحزبة بتاعتنا دي مرتين مرة على ركام مقاس وعشرين مرة ركام مقاس واربعين زي ما عملنا بتحديد كمية المية. ونقدر نطلع نسبة اه الرمل. اه اه ادي الاسلام. ادي نسبة ميم الاسين. ركام خشن. يبقى منطقة نمرة واحد. اقدر اطلع الايه. محتوى الرمل في الخليط بتاع الركام. حوالي تمانية وتلاتين في المية. يبقى الرمل تمانية وتلاتين. وبازلت كام اتنين وستين. بعد كده عايزين نحدد وزن الركام. يبقى بنطبق اه معادلة الحجوم المطلقة. الحجم المطلق للخرصانة بيساوي مجموع الحجوم المطلقة للمكونات. الف لتر خرصانة بتساوي الحجم المطلق للأسمنت. زائد الحجم المطلق للمية. زائد الحجم المطلق للركام. زائد الحجم المطلق للاضافة. يبقى اذا الحجم المطلق احنا عارفين انه هو الوزن. نقسوم على الوزن النوعي في كسافة المية. هنستخدم ده في تحويل كميات الأسمنت والمية الى حجوم مطلقة. عشان نعرف نطلع بعد كده الحجوم المطلقة لما تبقى. الحجم المطلق للأسمنت اهو. وزنه على الوزن النوعي. حجم المطلق للمية. وزنها هو حجمها. لان الوزن النوعي بتاعها بواحد. اضافة تحسين قبلية التشغيل في فائقة الكفاءة. هي دي اللي انا هستخدمها. وكمية المية لايلا قوي. وانا عايز قبلية تشغيل عالية قوي. يبقى بالتالي محتاج احط نسبة كبيرة منها حوالي اتنين في المية من وزن الأسمنت. الوزن النوعي بتاعها لو ما الدهنيش هفرضه حجم المطلق للاضافات. بهذا الشكل هيبقى تنين من مية في وزن الأسمنت على واحد واحد من عشرة فيطلع سبعة لتر. اقدر بقى استخدم معادلة الحجوم المطلقة. هنطبق المعادلة دي. اللي هي بتقول لي ايه? الحجم المطلق للركان بيساوي الف نقص الحجم المطلق للأسمنت نقص الحجم المطلق للمية نقص الحجم المطلق للاضافات. لما حط الف نقص الاسمنت والمية والاضافات هيطلع انه متبقلي سبعمائة وخمسة لتر دول بيساوي ايه? الحجم المطلق ده بتاع الركام بيساوي نسبة الرمل في وزن الركام كله على الوزن النوعي للرمل يبقى ده حجم المطلق للرمل زائد نسبة البازالت في وزن الركام الاجمالي يبقى ده وزن البازالت مقسوم على الوزن النوعي بتاعه. طيب يبقى ازا الحجم المطلق للركام بيساوي تمانية وتلاتين من مية في وزن الركام على تو بوينت سيكس زائد اتنين وستين من مية في وزن الركام على اتنين وسبعة من عشرة على اعتبار ان الوزن النوعي للرمل بيختلف شوية عن الوزن النوعي للبازالت. طبعا دول هيبقى معطى في المسألة اللي هي الاوزان النوعية دي ازا كانت غريبة. آآ لو طلب منك ان انت اللي تقدرها يبقى طبعا هسهل على نفسي واخدهم الاتنين زي بعض. يبقى ازا وزن الرمل من هذه المعادلة هيطلع سبعة مية وخمستاشر كيلو وزن البازالت هيطلع الف مية خمسة وستين وهتلاحز ان احنا بنحطش كسور يا ما طلعتش كده يا طلع تكسر. احنا بنقرب الى اقرب خمسة كيلو. يبقى ازا وانا بحدد آآ حجم المطلق للركام اقدر بعد ما طلعت الاوزان اطلع كمان الحجوم. الحجم الظاهري اللي هو الحجم الكلي اللي داخل فيه الفراغات. للرمل بيساوي وزن الرمل على الوزن الحجم بتاعه. وللبازالت بيساوي وزن البازالت على الوزن الحجم بتاعه. بيطلع لي القيم ديت. يبقى 0.461 متر مكعب رمل. وهي 0.706 متر مكعب من البازالت. وهتلاحز بقى ان احنا مقربناش. انا ماخدين تلات ارقام عشرية. لان الحجم الظاهري التقريب فيه مش هيبقاله لازمة. اقدر بقى الاخص اللي انا وصلت له. اني اعمل جدول كده لنسب الخلطة بالوزن وبالحجم. المكونات هي ايه? الاسمنت والمية والرمل والبازالت. واضافات تحسين قبلية التشغيل فياقة الكفاءة. بالوزن طلعتلي من الحسابات بتاعتي. 365 كيلو اسمنت. 165 كيلو مية. 715 كيلو رمل. 1165 كيلو للبازالت. واضافات تحسين قبلية التشغيل سبعة وسبعة من عشر. بالحجم بحول هذه القيم الى شكاير. يبقى هشوف الاسمنت بيسوي كم شكارة. الشكارة فيها 50 كيلو. يبقى هقسم 385 على 50. هطلع لي سبعة وشوي. المية زي ما هي هنرجحها تاني بالليتر فالكيلو جرام هو اللتر. بالنسبة للرمل وبالنسبة للبازالت اه انا لسه حاسب الحجم الظاهري بتاعهم هحطه. واضافات تحسين قبلية التشغيل كنا حسبنا الحجم المطلق بتاعها سبعة لتر. يبقى ازا ده دلوقتي هو الايه? هو التصميم بتاع الخلطة بالوزن وبالحجم. هل في اي اسئلة? ايه? لو في اي اسئلة انا معاكم. وآآ ارجو ان انتو تقولوا لي آآ عالية. لو ما فيش يبقى كده انتهى الجزء التالت من تصميم الخلطات. وهيبقى متبقي لنا الجزء الرابع اللي هو بنشوف فيه ازاي نقدر نعمل للتصميم بتاعنا. وازاي نقدر نعمل كنترول بعد كده على الانتاج بتاع هزه الخلطة. شكرا جزيلا. الحقيقة بعد كده بعد معرفنا تصميم الخلطة كاملا بهزا الشكل في المثال السابق. عايزين نشوف بقى ازاي نحسب كميات المواد لخلطات لها سعة محددة. كويس? احنا حسبنا متر مكعب. متر مكعب ده مش ضروري يكون عندي خلطة سعة بتاعتها متر مكعب. ممكن تكون الخلطة ساعتها اقل من كده او اكتر من كده. طب احسب لها كميات ازاي? الموضوع ده بيتوقف على ازاي هعاير المواد. هعايرها يعني هكيلها بايه? هكيلها بالوزن ولا بالحد? عادة في محطات الخلط طبعا الكيل او المعايرة بتتم بالوزن. لكن في الاعمال الصغيرة اللي فيها خلطات صغيرة مقاسها اقل من واحد متر مكعب. عادة بيكون المعايرة بالحجم. زي ما بنشوف فيه المشاريع اللي بتنفذ والخلطة بتبقى موجودة في الموقع. جنب الشغل. الخلطة النقالي. اللي بنسميها الخلطة النحلة دي. او ما يشابهها. في هذه الحالة ما عندش ميزان. فيبقى المعايرة بالحجم. وعشان كده هيبقى حساب الكميات بالحجم الظاهري مهم جدا. تعال نشوف المثال ده عشان يوضح لنا الموضوع. المثال بيقول لي احسب الكميات اللازمة لخلاطة سعة تلت متر مكعب. ولخلاطة مركزية سعة خمسة متر مكعب. طب هي فين التصميم الخلطة? تصميم الخلطة اهو. بيقول لي النسب بالوزن قدامي اهي وبالحجم. بالوزن اسمنت بالوزن. ومعنديش كسور كلها خمسة او عشرة. شكده اتفقنا واحنا بنشتغل بنقرب دايما الاوزان اللي بتطلع لنا الى اقرب خمسة كيلو. بالحجم بحول الاسمنت الى عدد من الشكاير. زي ما اطلع. في الحالة اللي قدامنا دي تلتمية وعشرة كيلو اسمنت بقوم ستة واثنين من عشرة شكار. المية متين وعشرين لتر. الرامل خمسة واربعين من مية متر مكعب. والبازلت تمانية وستين من مية متر مكعب. طيب الحالة الاولانية اللي هي الخلاطة التلت متر. يا ترى الكميات المناسبة لها هتبقى دي ايه? والله التلت متر يبقى انا هاخد النسب بالحجم واقسمها على ثلاثة. يبقى ايزا سواء بالوزن او بالحجم طلعت قدامي اهي. طيب احنا متأكدين ان المعايرة هتكون بالايه? هتكون بالحجم. يبقى ايزا انا عايز عدد من الشكاير. هنا اطلع لي اتنين وسبعة من مية شكارة. طبعا كسر الشكارة الحقيقة مش هينفع نشتغل بيه. ليه? لانه هيبقى فيه فاقت كبير قوي. وهيبقى فيه تقريب. الشكارة انت بتفتحها هيتقطع منها هيدقع منها حاجات. الشكارة وانا باخد منها السبعة من مية دول مش هعرف ااخد سبعة من مية بالزبط. لان ما عنديش احاجة اوزن بيها. والحجم مش هيبقى مزبوط. هقسم ازاي الحجم بتاعها. فبالتالي واحنا بنعمل معايرة بالحجم بنلجأ الى عدد صحيح من الشكاير. لما بلجأ الى عدد صحيح من الشكاير. يبقى غالبا بقلل ازا كان الصعود الى العدد الصحيح من الشكاير التالي بعيد قوي. يعني اتنين وسبعة من مية مقدرش اخليها تلاتة. لكن اقدر انزل الى اتنين. لو كان اللي قدامي اتنين وتسعة من عشرة شكارة كنتم ممكن اخليهم تلاتة. طيب لما انزلت الى اتنين وسبعة من مية. لازم اقلل باقي المكونات بنفس النسبة. وده معنى ايه? معنى اني مش هعمل تلت متر. انا هعمل كميات اقل من تلت متر. يبقى الخلاطة رغم ان السعة بتاعتها تلت متر مكعب. لكن مش هتطلع لي تلت متر. هتطلع لي اقل شوي. اقل بقدي ايه? اتنين على اتنين وسبعة من مية. الريشيو دي هي اللي هتحسب لي انا جبت قدي ايه من السعة بتاعة الخلاطة. عشان كده بنسميها كفاءة الخلاطة. يبقى نسبة عدد الصحيح من الشكاير الى العدد الاصلي اللي كان بيديني سعة الخلاطة. النسبة دي اللي هي اقل من واحد هتبقى هي سعة هتبقى هي كفاءة الايه? كفاءة الخلاطة. طيب لو كان عندي الحالة بتاعت اتنين وتسعة من عشر اشكارة وخلتهم تلاتة. محتاج اغير المكونات اللي بعد كده. لأ مش اقدر اغير. ليه? لان تغييرها هيبقى بالزيادة. والزيادة هتزيد عن سعة الخلاطة. مش هينفع. لان الخلاطة معنا كده هتدلدأ اللي انت بتحطه فيها. فهناخد نزود الاسمانت فقط. وده هيحسن لنا من خواصة الخلطة. لكن لن نقوم بزيادة الباقي. يبقى ايزا الخلاطة بتاعتنا انتجت اكتر شوية صغيرة اوي من التلت متر مكاعة. تمام? الزيادة الصغيرة اوي دي مش هتفرق كتير. وبالتالي هنعتبر ان كفاءة الخلاطة مية في المية. واضح يا جماعة? تمام. طيب بالنسبة بقى للخلاطة الكبيرة. الخمسة متر. الخلاطة المركزية اللي ساعتها خمسة متر دي. الكميات هتتضرب في كام? هتتضرب في خمسة. والخلاطات المركزية بتشتغل بالوزن. لابن انا ما اهمنيش الحاجة. انا عايز الوزن فقط. وايا كان اقدر اوزنه. فدي ما فيش فيها اي مشكلة. وما بشغلش بالي بقى بشاكير ولا غير. ولان الاسمنطة اصلا جاي سايب. فبقى ازا النسب بتاعتي اهي بالوزن عشان اطلع خمسة متر مكعب. وما فيش كيل ليستخدم في الخلاطات المركزية. واضح كده يا شكرا جزيلا.